في خطوة فسرها معارضون على أنها محاولة للهرب من الأزمات التي تشهدها تركيا في عهده ومراوغة جديدة لإلهاء الأتراك دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لكتابة دستور جديد مؤكدا أن حزبه العدالة والتنمية سيبدأ العمل مع حلفائه القوميين لصياغة دستور جديد في الفترة المقبلة ربما حان الوقت كي تبحث تركيا مرة أخرى وضع دستور جديد وسيتم هذا الإجراء بمشاركة الشعب وجميع ممثله بطريقة شفافة وإذا توصلنا إلى تفاهم مع شريكنا في الاتلاف قد نبدأ الجهود لصياغة دستور جديد في الفترة المقبلة أما عن مبرر كتابة هذا الدستور بعد أقل من أربع سنوات من التعديل السابق الذي منح نفسه سلطات كاسحة أكد أردوغان أن جميع التعديلات السابقة لم تنجح في التخلص من آثار نظام الوصاية في إشارة إلى الوصاية العسكرية وأوضح أردوغان أن حزب الشعب الجمهوري وهو أكبر الأحزاب المعارضة في البلاد قم بعرقلة المساعي السابقة لتعديل الدستور تأتي تصريحات أردوغان بعد أسابيع من اقتراح لزعيم حزب الحركة القومية من أجل حظر حزب الشعوب الديمقراطي الكردي في أي تعديلات جديدة على الدستور وهو ما دفع حزب الشعوب الديمقراطي للتنديد بهذه القطوة معتبرا أنها محاولة لإسكاة صوت ستة ملايين مواطن